والرجوع لله عز وجل يكون بأمرين الأمر أول امتثال أمره سبحانه وبحمده وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر هذه الصورة الأولى من صور الأوبة الامتثال والامتثال في الأوامر بالفعل وفي النواهي بالترك فمن امتثل ما أمر الله تعالى به في الأوامر فعلاً وفي النواهي تركاً فهو أواب الثاني من معاني الأواب الرجوع إلى الله بالتوبة عند الإخلال بأمره بالترك والإخلال بنهيه في الانتهاك والوقوع فيما حرمه جل وعلا فالأواب هو الرجع إلى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى والتوبة إليه